أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائنا المشاهدين والمتابعين معانا على القناة وكمان أهلا بكم أعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفونا الأول مرة وبنقول الجميع أسعد الله منامكم النهاردة مع بعض هتكلم عن تفسير رؤية صورة من صور القرآن الكريم وهي صورة العاديات في المنام وناس كتير قوي بتشوف رؤية في المنام لصور القرآن الكريم بس مش بتبقى عارفة إيه المقصود من رؤية الصورة القرآنية في المنام وهقول رؤية صورة العاديات في المنام بصفة عامة دلالة للرائع على جملة واحدة بس وهي لا تراجع ولا استسلام يعني عدم الشعور بالهزيمة والتصدي لكل الأمور الصعبة في الواقع والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم ونبدأ نشوف مع بعض أول رؤية في المنام وهي أن أي حد بيمر بهموم كتير أو ابتلاءات كتيرة ومشاكل وصعوبات في حياته وشاف رؤية في المنام أنه هو بيقرأ صورة العاديات فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه أن الله سبحانه وتعالى سيجعله يصبر ويصمد أمام كل الصعوبات والهموم ديه ولن يتأذى منها أكتر من اللي هو فيه وأنه في القريب كل همومه ومشاكله هتزول بفضل الله سبحانه وتعالى وكمان برضو أن أي حد شاف رؤية في المنام أن حد بيأمره بقراءة صورة العاديات وكان الرأي فيه حد في الواقع واخد حقه أو واكل عليه أموال أو ممتلكات فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه أنه لازم يروح يطلب بحقه من الشخص ده في الواقع لا يستسلم ولا يضعف ويسيب الأمور تمشي كده زي ما تمشي ولكن لازم يعمل اللي عليه ويروح يطلب بحقه في الواقع لأنه لا يضيع حق يبحث عنه صاحبه وكده تبقى الرؤية هنا بتحس الرأي أنه يعمل اللي عليه وكل تكاله على الله سبحانه وتعالى وكمان دلالة ليه أنه عمل كده في الواقع إن شاء الله سبحانه وتعالى حقه هيرجع له والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وكمان برضه أن أي حد في الواقع ليه حد حق عند أي حد وأن في حد ظلمه في الواقع وشاف رؤية في المنام أنه هو بيبحث في المصحف لحد ما وصل لصورة العاديات فالرؤية دي هتكون دلالة ليه على أنه لازم يفكر كويس ويبحث ازاي يعرف يرجع حقه وإنه كمان في القريب هيلاقي أمر معين هيساعده ويثبت حقه عند اللي ظلمه بس لازم يبدأ ما يستناش ولا ييأس ولا يستسلم ونقول إن الفتاة العزباء في الواقع اللي اتخطبت أكتر من مرة وانفصلت وشافت إن كده خلاص ما فيش فايدة من الزواج واستسلمت للأمر الواقع وشافت رؤية في المنام إن هي بتقرأ صورة العاديات فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها على إن كل اللي هي عايشة فيه في الواقع ده مجرد أوهام وإنها مجرد فقط لم تحسن الاختيار في الأشخاص اللي تقدموا لها وإنها لازم تعيش حياتها عادي وتنزل وتشوف ناس وتتعامل في حياتها عادي وعدم اليأس وكمان دلالة ليها إنها لما هتخرج من الفترة دي وهتعيش في وسط الناس وهي هي تعيش بالأمل وتترك اليأس فهتلاقي الشخص المناسب لها للزواج منها في القريب فالله سبحانه وتعالى قدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب والإنسان المريض اللي في الواقع عمالي وقول أنا مش قادر أتحرك ولا أمشي وتستسلم لمرضه وقال زي ما تيجي تيجي وشاف رؤية في المنام إن هو شاف صورة العديات وكمان قرأها فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه إنه يقوم من فراش البرد بقى ولا يستسلم ليه لحد ما يتمكن منه وإن إن شاء الله سبحانه وتعالى هيتم شفاءه وعلاجه بس الرأي يتابع دواه كويس جدا ويتابع الطبيب المعالج ليه كويس جدا لإن إهماله في مرضه ما هو إلا استسلامه لعدوه فالرؤية بتقوله اعمل إلا عليك وتوكل على الله سبحانه وتعالى وكمان الرؤية ديه دلالة ليه على قرب شفاءه مع عودة الأمل في قلبه مرة أخرى إن فعلا هيتم شفاءه أما إن أي حد شاف رؤية في المنام إنه هو بيسمع صورة العديات أو إنه بيقرأها في المنام وكانت بترجه أو بترجي به المنزل أو المكان اللي بيقرأ فيه صورة العديات أو إن كان صوت قوي جدا فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على زوال كل الهموم اللي في حياته وإن النصر قريب وكمان بشرى ليه بالانتصار على كل أعداءه والأعداء كتير فكلام الناس عليك أعداء والمرض عدو والفقر برضو عدو والحسد والسحر وكل ما هو بيدر الرأي في الواقع فهو عدو ليه وإن الرؤية بتدل على اكتراب زوال كل ما يدر الرأي في الواقع مع الرؤية دي والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم ونشوف إن المرأة المتزوجة اللي كل شوية بتحمل وبيسقط حملها أكتر من مرة وفقدت الأمل في الحمل والإنجاب واستسلمت اللي هي فيه وشافت رؤية في المنام إن مجموعة أطفال قاعدين مع بعض بيقرأوا صورة العاديات فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها وكمان بشارة كويسة جميلة ليها بقرب حملها وكمان الإنجاب ولكن برضو بعد ما تعمل اللي عليها وإن هي تترك نفسها تحمل وتاخد بالأسباب سواء كانت الأسباب دي الراحة ليها في الحمل أو أخذ منشطات للحمل أو مقويات يعني زي ما بيقولوا فيتامينات يعني صحية وإن إن شاء الله سبحانه وتعالى الفرج هيكون قريب وهتحمل في القريب العاجل إن شاء الله وكمان برضو نقول إن أي حد يشوف رؤية في المنام إن هو بيقرأ صورة العاديات وكان فرحان وسعيد داخل الرؤية فهنا هتكون الرؤية ديه دلالة لي على قدوم الأخبار السعيدة والمفرحة اللي بتدل على تحقيق الأهداف ليه في الواقع زي ما كان بيتمنى بالزبط والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب ونقول اللي يشوف رؤية في المنام إن هو بيقرأ أول صورة العاديات وهي هو العاديات ضبحة وكان فيه ناس معاه في الرؤية متوفين في الواقع وبعده عنه أو بعده عن الرأي يعني لما قرأ الآية الأولى من صورة العاديات فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي وتنبيه له إنه لا يقسم بغير الله في الواقع وخاصة الناس اللي بتقسم برحمة الأموات لأن لا قسم إلا بالله سبحانه وتعالى وكمان برضو رؤية أي حد في المنام إن هو بيقرأ صورة العاديات داخل الرؤية فهنا الرؤية هتكون دلالة له إنه في الواقع إنسان في معينة الله سبحانه وتعالى وإنه إنسان محصن من شر الناس أما بقى إن أي حد يشوف رؤية في المنام إنه هو بيدور على صورة العاديات في المصحف وما لقاهاش فالرؤية هنا دلالة للرأي انه هو فعلا في الواقع عايش في نعم كتيرة ولكن للأسف هنا كره ومش شايف انه هو عايش في نعم وشايف انه على طول فقير او مريض وفي اسوأ احواله رغم انه هو عايش في نعم كتيرة جدا فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه برضو بالاعتراف بنعم الله عليه اللي هي عن طريق الطاعة والعبادة والصدقات والله سبحانه وتعالى ادره واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب اللي يشوف رؤية في المنام انه هو بيقرأ صورة العاديات في العلن يعني بصوت عالي وكمان رجع تاني اراها في سره فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي انه انسان طيب من داخله وانه لا يحمل في قلبه اي شر او غلل اي حد وبيعامل الناس كلهم بالحسنة وانه انسان غير منافق وانه بيتعبد الله سبحانه وتعالى الخوف وحبه لله وليس رياء للناس وكمان برضو رؤية اي حد في المنام انه هو بيقرأ صورة العاديات فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على انه انسان شجاع والشجاعة القوية هي ان الانسان يعترف بخطأه انفعل خطأ وبالتالي الرؤية ايضا دلالة للرأي على سرعة تبته من اي زنب ارتكبه في الواقع والاستغفار منه لله سبحانه وتعالى وكمان دلالة للرأي انه دايما في الواقع بينصر الله في جميع الاحوال والله سبحانه وتعالى ادره واعلم واسعد الله دائما منامكم ونقول برضو كمان ان اي حد في الواقع كان مديون دين كبير جدا وشاف رؤية في المنام انه هو بيقرأ صورة العاديات بصفة مستمرة يعني يقرأها ويخلص قراءة ويرجع يقرأها تاني ويخلص قراءة وهكذا حتى الاستيقاظ من النوم في الرؤية في الواقع فهنا هتكون الرؤية دلالة ليه على انه اقترب على سداد ديونه بالكامل اما نفس الرؤية دي اللي فاتت وشافها الرأي في المنام وكان بيقرأ صورة العاديات بنفس الطريقة دي عند بيت الله الحرام عند الكعبة يعني فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على قرب اداء فريدة الحج وزوال كل ذنوبه في الواقع لان الزنوب زي الهموم وزي الديون على قلب الواحد واللي بيقدي فريدة الحج بيعود كما ولدته امه بلا ذنوب ونقول برضو كمان ان اي حد يشوف رؤية في المنام انه هو بيقرأ صورة العاديات فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على التخلص من جميع خصوم وفي الواقع وبعدهم عنه ويبعد كمان هو عنهم وكل الشر حيروح من طريقه في الواقع والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم وكمان برضو اي حد يشوف رؤية في المنام انه هو بيقرأ صورة العاديات وهو في القطار او في الطيارة او في المطار فالرؤية دي هتكون دلالة ليه على قرب السفر للرأي وان السفر ده هيكون فيه منفع عليه ورزء كبير جدا للرأي وبردو نقول ان اي حد يشوف رؤية في المنام انه هو بيقرأ صورة العاديات واطال فيها واخدت منه وقت طويل جدا في القراءة داخل الرؤية فهنا الرؤية هتكون دلالة للرأي على طول عمره في الواقع كما قدر الله سبحانه وتعالى وانه كمان هيعيش عمره طويل ده بصحة جيدة وجميلة ونقول برضو اللي يشوف رؤية في المنام انه هو جالس بيقرأ صورة العاديات والناس كانت جلسة حواليه وهي بتسمعه هو بيقرأ صورة العاديات وكانت فرحانة وسعيدة فالرؤية ديه دلالة للرأي على حب الناس ليه في الواقع وبالتالي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه بيحب فيه خلقه والله سبحانه وتعالى قدره واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب هنتكلم عن المرأة المعلقة ونقول ان المرأة المعلقة اللي زوجها رافت طلاقها وهي طلب منه الطلاق في الواقع وشافت رؤية في المنام ان هي بتقرأ صورة العاديات وكان زوجها معاها في الرؤية دي واول ما سمعها وهي بتقرأ صورة العاديات قام ومشي وتركها فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها على قرب طلاقها زي ما هي كانت عايزة وبتفضل في الواقع هنتكلم عن المرأة المطلقة ونقول ان المرأة المطلقة في الواقع وطلقها مانع عنها نفقتها او نفقت اولادهم وان هي شافت رؤية في المنام ان هي بتقرأ صورة العاديات وكان طلقها معاها في الرؤية واول ما سمع صورة العاديات راح مطلع اموال واعطاها ليها في الرؤية فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها انها هتنتصر عليه في القريب وانه هيرسل ليها نفقتها ونفقت اولادهم بامر الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قدره واعلم واسعد الله دائما منامكم. طيب هنتكلم بقى عن المرأة الارملة عشان في ناس كتير قوي بتقول ان احنا منتكلمش عن المرأة الارملة. وهنشوف ان المرأة الارملة اللي اهل زوجها المتوفي وكنين عليها ورسها من زوجها في الواقع وشافت رؤية في المنام ان هي بتقرأ صورة العاديات داخل الرؤية فهنا الرؤية هتكون دلالة لها على عودة حقها اليها من ورس زوجها المتوفي وزوال الظلم اللي واقع عليها والله سبحانه وتعالى قدره واعلم واسعد الله دائما منامكم وتمام كده اكون خلصت لقاء النهاردة اشكركم على حسن استماعكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته